تزوج شاب صالح من فتاة ملتزمة وبعد يوم ذهب إليه أبوه ليبارك له في بيته وعندما وصل إليه طلب منه أن يحضر ورقة وقلما وممحا وبعد أن أحضر الشاب ما طلبه والده قال له الأب أكتب ما شئت كتب الشاب جملة فقال له أبوه أمح ما كتبت ثم طلب الأب من ابنه أن يكتب جملة ثانية وثالثة ورابعة وكلما كتب الشاب الجملة يطلب منه أبوه أن يمحها فقال الإبن لأبيه في حيرة أسألك بالله أن تقول لي يا أبي لما كل هذا قال له الأب بعد كل ما كتبت ومحوت هل لا زالت الورقة بيضاء قال الشاب نعم ولكن ما الأمر ضرب الأب على كتف ابنه برفق وقال له الزواج يا بني يحتاج إلى ممحا فإن لم تحمل ممحا تمح بها بعض المواقف التي لا تسرك من زوجتك وزوجتك إذا لم تحمل معها ممحا تمح بها بعض المواقف التي لا تسرها منك فإن صفحة الزواج ستمتلئ سوادا في عدة أيام حتى في حياتك احمل ممحا وامح أخطاء من حولك لتستمر حياتك هادئة وسعيدة وكن دوما صاحب القلب الذي يمح ويتجاهل ويتغافل عن زلات الآخرين فالناس يا بني يقعون دوما في الزلات والأخطاء فإن اهتممت بكل زلة وخطيئة تعبت وأتعبت والعاقل من لا يدقق في كل صغيرة وكبيرة مع أهله وأقاربه وأحبابه وأصحابه وجيرانه وزملائه يا بني امسح الخطأ لتستمر الأخوة ولا تمسح الأخوة من أجل الخطأ وتحل دائما بالصبر والتسامح عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإيمان الصبر والسماحة احتضن الإبن أباه وقدم له الشكر على نصائحه الغالية ووعده بالعمل بها حتى ينال رضا الله ثم الآخرين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون